الصبي والذئ حكاية من التراث اليوناني كان يا مكان في قديم الزمان وفي قرية صغيرة عند سفح الجبل عاش صبي يعمل راعيا للغنم كان عليه أن يخرج بالغنم كل يوم متجها نحو الحشائش في الجبل وأن يرعاها من خطر الذئاب ولكن الصبي لم يكن راضيا عن عمله هذا يا للملل ماذا أفعل الذبي لو لاكم لا استطعت أن أله وألعب فتيات القرية ديساليا كان الصبي يحب ديساليا كثيراً هل ستذهبنا لقطف التوت؟ ها نعم هل يمكنني أن أأتي معاكن؟ سأحميكن نعم كلا شكراً أرجوك تعنا وشأننا واهتم أنت برعي الغنم نعم واحترس من الذئاب هيا بنا هيا لا 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 يا لالطجر ماذا حدث ماذا حدث لك ماذا حدث ماذا حدث ديب يلا ياي مستحيل انه ديد اخذ ينفخ في البوق طلبا للنجدة ماذا حدث هناك ذئب هيا ذئب في الحقول هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة ماذا لديك ماذا لديك حسنا هل قد حضر آل القرية جميعا هذا جئ رائعا اين الذئب ذئب انه هناك فلنكن مجموعتين اذا سوف نذهب نحن الى هناك ونطارد الذئب هيا بنا هيا 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 كن على حذر كن على الحذر هيا هذا الذئب لابد انه قد رأوه نعم ها دام بحث اهل القرية عن الذئب طوال النهار بحثنا في كل مكان ولم نعثر على اثر واحد لأقدامه سنون عجيب أين ذهب يا ترى؟ ربما شهدت شيئا آخر كلا لم أرى شيئا آخر لقد رأيته بوضوح انظر لقد عظ هذا الحمل المسكي كان الصبي يكذب فهو لم يرى الذئب مطلقا ولكنه لم يستطع البوحة بذلك لا لا أكذب لا صدقوني ربما لم يكن ذئبا ولكن لابد لنا من أن نصدقك لقد كان الذئب كبيرا هكذا وجاء مزمجرا نعم حقا وماذا حدث؟ نعم لقد كان علي أن أعبي الخراف فأمسكت به هكذا ألم تكن خائفا؟ كلا أنا لا أخاف أبدا يا لك من قوي إنني معجبة جدا بشجاعتك كما رأيتم لقد تغيرت القصة كثيرا وأخذ الصبي يروي أنواع القصص العجيبة لقد أتى من تلك الجهة نعم لا تخافوا ولا تفزعوا فأنتم في أمان طالما عندكم معي أنا القوي جدا أنا القوي الذي هزب أنا بساليا حرح الصبي كثيرا لأنه لن يصبح وحيدا بعد الآن وتوجه جميع أطفال القرية إلى الجبل سعيا وراء المغامرة التي أفزعتهم وأثارتهم في الوقت ذاته إلا أن أيام السعادة هذه لم تدم طويلا سرعان ما كف الأطفال عن الصعود إلى الجبل تساليا هل ستذهبنا لقطف التوت؟ سعاتي معكم لأن ذئب موجود هناك وسأقاتله بقوة العجيبة ماذا؟ أنا أشك بوجود الذئب هنا لا أنه موجود لقد رأيته ولكنه لم يأتي إلى هنا ولكن هل أنت واثق من أن ما رأيته كان ذئبا؟ لا فائدة من الحديث معك هيا بنا هيا هيا الذئب موجود فعلا لقد رأيته حزن الصبي كثيرا لأنه عاد وحيدا من جديد لقد تذكر الصبي الأيام الخوالي عندما كانت بنات القرية يصدقنا ولكن وبعد مرور تلك الفترة لم يعد أحد يصدقه سيأتي الذئب ذانية لم لا يجب أن أتصرف أنا واثق من ذلك الذئب الذئب هيا 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 بنا بسرعة هيا بنا بسرعة هيا بنا بسرعة الذئب حسنا نحن قادمون لا وجود للذئب أيضا وهل رأيته فعلا يا بناي؟ نعم نعم كان عليكم الحضور مبكرا ولكن لكنكم تأخرتم منذ ذلك الحين أخذ الصبي ينفخ في البوق معلنا عن ظهور الذئب كلما أحس بالضجر وكان في كل مرة يكذب ويطلب النجدة نعم قادمون نعم 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 قادمون أسرعوا أسرعوا هيا تيهربوا الذئب هيا وكذب الصبي كالمعتاد وظل على هذا الحال حتى امتنع أهل القرية عن تلبية ندائه الذئب دعالوا وذات يوم نعم هذا الفجر لم يعد أحد يستجيب لندائي اوه 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 اذهبوا عني اوه 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 اشتركوا في القناة عدا ينادي من جديد إلا هو كذاب لا تهتمينه كاذب وبرغم صراخ الصبي لم يحضر أحدا من نجدته إلا هو الزيب إلا هو الزيب عن نجدة إلا هو الزيب أنا لا أكذب إلا هو الزيب إلا هو الزيب إلا هو الزيب ليت ليلم أكذب ليت ليلم أكذب ليت ليلم أكذب ليت ليلم أكذب